يكون المجلس الوزري المرتقب على موعد مع عدة ملفات ثقيلة من بينها قانون المالية لعام 2015 والذي من المرتقب أن يدرج فيه صندوق الوطني للنفق المتعلق بالمطلقات أحمد قارة والتفاصيل ينتظر أن يترأس الرئيس عبدالعزيز بوتفليق مجلس الوزراء المرتقب يوم الثلاثاء القادم والذي سيناقش فيه العديد من الملفات الثقيلة على غرار قانون المالية 2015 والذي سيتم فيه إدراج الصندوق الوطني للنفقة المتعلق بالمطلقات للتكفل بمنح المطلقات الحاضنة لكن الناس لم يفهمت أو فهمت غلط لأن النساء ظنت من كلها تقدر تطلق وبعدما تطلق ستعطي لها نفقة والزوج يعطي لها نفقة هذا غلط لأن هذا الصندوق تتم الفعاليات نتعه في حالة واحدة لما الرجل يصبح في الممكن أن يرى الشرع أنه يجب على الحكومة التكفل بالنساء المطلقات الحاضنة اللواتي لا يملك أزواجهن قدرة النفقة عليهم إلا أن المختصين يرون أن مقترح الصندوق الوطني للمطلقات يفتقد إلى آليات تطبيقه في انتظار إدراجه في القانون الجديد للمالية سيكون على المختصين ضبط هذا الصندوق بآليات تتماشى ومتطلبات المجتمع الجزائري أشكركم على المتابعة السلام عليكم